أهلا بكم احنا بنزيع دلوقتي أثناء مباراة الأهلي وبرمج الشغالة في نهاية كأس مصر قريبا فاحنا الحقيقة شغالين في ظروف صعبة لأنه عارفين ومتأكدين أنه الغالبية من الناس يعني راحت للماتش وده شيء يعني بالنسبة لهم مهم يعني إنما دي رسالتنا ولازم نعملها حتى الرمق الأخير زي بيقوله والأهم كمان أنه الحياة لن تتوقف لأنه بعد ما تشكوره بتروح السكرة وبتيجي الفكرة من كم يوم منطقة المطارية أحد أشهر أحياء القاهرة نظمت للسنة التاسعة على التوالي إفطار جماعي الأهل الحي حضروا حوالي سبعة تلاف شخص من الأبناء الحي وكلهم فطروا في الشارع الشارع تزحم على أخله وكان شكله حلو قوي ومبهر جدا زي الفيديو ده كده الحقيقة كان فيه شخصيات مسؤولة حضرة الحافلة دي زي سفير كوريا الجنوبية أو كوريا يعني اللي حضر الإفطار ده ووسائل إعلام كتير جدا حضرت الجو ده وتكلمت عن الإفطار الضخم وعن المظاهر الجميلة قوي زي ما احنا شايفين في الصور كده الإفطار ده بتاع المطارية هزل يعني وسائل الإعلام ووصل إلى مناطق كتير جدا زي كده مشاهدات في السي ان ان مشاهد ساداتها البهجة شاهد أطول مائدة إفطار رمضانية في مصر المائدة دي هو أطول مائدة إفطار برضو في السي ان ان أجواء رمضانية فريدة بأحد أحياء القاهرة الأكثر شعبية أدي نقلت عنهم السابع عن السي ان ان وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي الحقيقة كرم القائمين على الفتار ده وخد معهم لقطة وتصور معهم زي ما بيقول الخبر كده هم وتصور مع الناس وقال لك كلام كويس جدا وكرمهم أدي الخبر وزير الشباب ورياضة يكرم شباب المطارية منظمي أكبر ما إيه ده يعني أهالي وشباب المطارية بعد النجاح الكبير لإفطار رمضان السنة دي قرر النوع من ينظمه إفطار تاني أكبر منه يوم واحد وعشر رمضان يعني الأربع الجاي ده على طول اللي إحنا فيه ده فالحقيقة ناس كتير اهتمت وقالت لك طب ما كويس جدا فطلع أمير كرارة وقال لك أنا منتظر حد يعزمني أدي أمير كرارة بيقول عن حفل إفطار المطارية أقسم بالله حد يعزمني على إفطار ورد الأسول كلام جميل جيردن لكن فجأة كده وبعد ما الكل استعد وبعد ما الفريق اتكرم وبعد ما أمير نفسه كرارة عنده استعداد يطلع بعد ما جهزه الخامات والمستلزمات بتاعة الإفطار جات أوامر أمنية بإلغاء الموضوع دخوله زي ما ذكر موقع اسمه ذات مصر أهو بعد التجمع الكبير الأمن يرفض إقامة مائدة إفطار جديدة في المطارية لدواعي أمنية دواعي أمنية دي انت عارف ان دي سيت مهمة عندنا جدا عندنا خلط دواعي أمنية دي ملاش حل وفي واحد من القائمين على الإفطار أكد المعلومة دي وقالك انهم رغم انهم أخدوا تصريح أو التصريح اللازمة وحضروا كل حاجة صدر قرار بمنع الإفطار لدواعي أمنية بيقول خبر حزين في الوقت اللي منطقة المطارية عملت أعظم يوم محدث في العالم من بهرش بيه وكانوا بيستعدوا الحدث أعظم منه يوم واحد وعشرين رمضان وبدأوا التحضيرات من أكتر من كذا شهر واشتروا كل الخيامات وبدأوا بتعليق الزينة والأكل وحضروا التصريح للأسف صدر قرار من القيادة السياسية بمنع إقامة مائدة وعشرين رمضان لدواعي أمنية بالنسبة للخبر السيء ده جدا لأن اللي حضر يوم خمستاشر شاف كويس فرحة الناس وحسن تنظيم شباب مطارية لحدث كبير ده بجانب أنه بسبب القرارات دي هيحصل خسائر كبيرة بسبب الناس اشترت أصلا الخامات والمعدات وكل ده على حسابهم الشخصي ودي بتعتبر دعاية قومية أو قوية لمصر أصلا الخامات والمعدات المهم يعني باللي حصل كانت تحت رعاية الشعب وفرحة شعب مصر كله وخلتنا فخورين باللي حصل خلصا أنها كانت تحت رعاية شباب المنطقة وكانت مصر كلها إيد واحدة واليوم ده أتمنى فعلا يتم إلغاء القرار والحدث يقام في موعده تحت رعاية شباب المنطقة الحقيقة مدام دواعي طالما طلعت في المسألة وظهرت في الصورة ده يكشف لك حكتين أول حاجة أن احنا في دولة أمنية بابتياز وأن الكلمة الأمنية تعلق أي حد في مصر حتى الوزير نفسه يعني الوزير إذا تدخل الأمن ممكن يوقف قرار الوزير ممكن الوزير نفسه يطير ده بالعكس ده مدام دواعي أمنية كلمتها فوق رئيس الوزراء وفوق حتى الإشادات العالمية والسمعة بتاعة الإفطار اللي اتعملت دي دي أول حاجة الحاجة الثانية ده يأكد لك طالما مدام دواعي أمنية ظهرت في الموضوع أن السيسي جبان حد يقول أنت بتشتم السيسي ليه ودخل السيسي أقول لك السيسي دي لو بيفهم في الموضوع لو بيفهم لو اللي جور الجمجومة دي مخ مش ليف لو كان بيفهم في إطار المطارية كان على طول أدرك لو بيفهم بقى خد بقى من الصناعي لو بيفهم كان أدرك أني أكبر دعاية انتخابية ليه مش أنه يروح يزور سجنة قصدي اسم شرطة مدينة ناصر ده طلعت الزابط عزة اللي قاعد معها دي ملهاش دعو بالاسم أصلا ده بعتوا جابوه عشان منظر جابوله حريم يعني شوف الجوة بقى أنت لو بتفهم فعلا ما كانش فيه أي داعي أنك أنت تروح اسم شرطة ولا حاجة لو بتفهم فعلا كان عليك أنك تدرك أني مائدة المطارية دي دعاية حقيقية وكنت رحت حضرت وقعدت في وسط الناس اللي قاعدوا وكنت انبسطت وكلت معاهم بدل إفطار الأسرة المصرية العبيت اللي انت بتعمله ده كانت هتبقى حاملة بجد مش تقول لي اسمه بتاعه ومشاهدة رخيصة تخيل السيسي لو بيفهم وقعد مع الناس دي تخيل لو أني عبد الفتاح بني آدم مش جعر كان زمانه قاعد مع الناس دي وقعد في وسطهم بدون بقى ما يعمل حركات بتاع التاء العزراء والشعر الأبيض دي وكان عادي جدا ويقعد والشباب اللي هناك يقدروا يحموه على فكرة إنما للأسف لإنه كداب ونص كلامه كدب ربنا عمي عن السكة إلي بعده شكرا